السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقة اليوم وهي الثانية من برنامج الراحلون حول لاعب رحل إلى دار البقاء لكن اسمه يتردد دائما في المدرجات الجماهير الرجوية التي لن تنسى صاحب الرجل اليسرى الساحرة الذي سهم بشكل كبير في تألق النادي الأخضر في مناسبات عديدة بعد الفاصل أستحضر وإياكم مسيرة المرحوم زكريا الزروالي ولد الراحل زكريا الزروالي في مدينة بركان عام 1978 بدأ مسيرته القروية ورفقة نادي مولدية وجدة موسم 2004-2005 وبعد ذلك انتقل لنادي الرجاء البيضوي ولاعب مع الفريق الأخضر خمسة مواسم كاملة أحرز معه لقب البطولة الوطنية عام 2009 ودور أبطال العرب سنة 2006 كما لاعب بعض المباريات كذلك رفقة المنتخب الوطني المغربي كان سخيا في عطائه محبوبا لدى أصدقائه وحميدا كذلك في أخلاقه توفي الفقيد في الساعة الأولى من يوم الاثنين ثالث أكتوبر 2011 عن سن نهز 33 عاما بعد سرع قصير ما تسم من دوائي ألم به في الكبير إترة نوله لعلبة كاملة من دواء المهد في أقل من يومين وهو ما لا يستطيع أي جسد أدمي تحمله حسب ما صرح به مصدر طبي مباشرة بعد وفاته لكن روايات أخرى تؤكد أن الوفاة نتيجة عن إهمال طبي مهاجم الرجاء نداك بوشعيب المباركي أكد في تصريح إعلامي أن السبب الوفاة كان نتيجة إصابة الزروالي بفيروس من رحلة الكاميرون حيث لم يكمل اللاعب العلاج عكس باقي اللاعبين مما أدى لضعف جهاز المناعة وصعود درجة الحرارة بشكل كبير ومهما يكون السبب فقد شكلت وفاة زكريا الزروالي صدمة في الوسط الرياضي المغربي حيث كان يعتبر أحد أبرز لاعب خط الدفاع في الدور المغربي لكرة القدم رحم الله زكريا الزروالي وإن لله وإن إليه رجعون لا تنسى الاشتراك في قناة الرياضة 86 ليصلك كل جديد